جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعددا من قيادات الهيئة الهندسية وخلال الاجتماع تم استعراض جهود تطوير الطرق والمحاور بغرب القاهرة كما تم استعراض الموقف الانشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الادارية الجديدة وكذلك سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية بالاضافة الى جهود تطوير البنية الاساسية لمدينة شرم الشيخ استعدادا لاستضافة القمة العالمية للمناخة